ابدأ دلوقتي ثلاثة اثنين أربعة واحد واحد انت انت بس فين وفين بقى لما هتوصلهم مليارد انت انت هتكون روحت المدفن الي اظرك انت شوجي بعد الشرق انا محتاجش reniten هناك ذه لين ظهري lifting الدي ان اضع رقم شق kit كم وانت او ماشي ماشي هدخل انا هدخل مع ناس هدخل مع ناس واوريكم البطل اللي معايا بيقدر يعمل اي دلوقتي يعني او متا في وحوش ليفل سبعة انا حسيت انا حسيت انهم ما بيكسر اقول الدفاعات كلها بتاعتهم بتتدمر شايفين؟ شايفين الخريطة عاملة ازاي انا حسيت انا عشان كده قلت محتاج هدخل لوحدة ماشوف كده اللي هقدر لا خلاص مش هقدر اساعدهم مش هقدر اساعدهم فيه كريستالات كتير في الخريطة بتتضرب لا انا هبدأ الليفل الخاص بتاع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد ومرحبا بكم في قناة ميدوكا اوه 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 في اللعبة كده عندي على الجهاز بضي وقت فيها كل يوم ممكن مثلا هنقعد عليها ساعة نص ساعة وكنت عملت لها برضو فيديو قبل كده زمان مش عارف هو لسه موجود ولا لا بس لو لسه موجود هحطوله كارد فوق هنا تشوفوه لو حابين يعني اوه قلت عامل عنها في فيديو ما عاملش عنها فيديو لا وكمان فيها حاجات كتير ممكن يكون صعبة عالناس تستوعبة فقلت اوه قفدهم بخبرتي على حسب الوقت اللي قضيته في اللعبة دي يعني اوه لحد دا حالا قضيت فيها شهر ونص تقريبا النهاردة هنتكلم عن لعبة دونجون ديفندرس 2 ايه هي لعبة دونجون ديفندرس دي والامكانيات المطلوبة لتشغيلها وقال هي لعبة تليفون ولا لا اولا هي مش لعبة تليفون للاسف لعبة عالكمبيوتر وثانيا ممكن تكون لها نسخة على الاكس بوكس برضو وفليستيشن على حسن ثانيا المتطلبات الادنة لتشغيلها كرامة 8 جيجا كرت شاشة 2 جيجا ويس بيو عادي حاجة متوسطة زي مثلا انت الكوراي 5 حلوة ويشغلوا اللابة كلها ولو بروسسر ضعيف عادي ممكن تعود الضعف ده بالكرت شاشة والرامح اللابة تشتغل معاكس على ما جيت لك وبتشتغل على اجهزة ضعيفة بس يعني ايه على اقل اقل ادادات الجرافيك في اللابة ثالثا ايه هي لعبة دونجون ديفندر بالمختصر المفيد قصة اللابة دي هي عبارة عن قرية قرية او بلدة صغيرة اسمها ازيريا قرية دي فيها كريستال كريستالة مقدسة بتحمل قوة رهيبة ويعني لازم تتحمى في كل الاوقات والمواطنين في القرية دي مسالمين عايشين حياة اقتصادية عادية جدا الناس عاديين عايشين في عالم خيالي القصة كلها عالم خيالي اصلا المهم في يوم من الايام ظهر زعيم وحوش شرير عايز قوة عايز يسيطر على العالم ويتحكم فيه المهم زي عامل وحوش ده اخد باله ان فيه كريستالة قوية في القرية دي وحب يدمرها عشان ياخد قوة ولكن من حيث لا تعلم ظهر اربع ابطال في القرية دي قرروا يدفعوا عن القرية بعد ايام وشهور من التدريب فنجحوا في الدفاع عن القرية مرة وكزب فزعزتهم في القرية وبقوا يدفعوا عن القرية باستمرار من الوقت دي يعني منذ ذلك الوقت دلوقتي اللقبة فيها اربع ابطال اساسيين ولكن لاحقا هتقدر تفتح ابطال اكتر واكتر لما تقضي وقت اطول في اللقبة دي دلوقتي اللقبة دي يعني كبيرة كبيرة جدا في ناس كتير مش هقدروا يستوعبوا اللقبة دي اللقبة دي كبيرة قوي فانا اتمنى الفيديو ده يقدر يساهل على ناس كتير ويفهمهم ازاي يلعبوا اللقبة دي باكبر قدر من المعلومات اللي هتفيدهم في اللقبة دي وهنا اقولكو ابدأ اللعب دلوقتي دال اللي هتشوفوه اول ما تفتحوا اللعبة القائمة الرئاسية حاجة عادية جدا ما فيهش اي حاجة مبهرة هتلاقي عندك تحت هنا جوتوتاوين هي هنا اسمها جوتوتاوين بس انت لو فتحت اللعبة الاول مرة هتلاقي مكتوب بلاي ناو دي هتبع عبارة عن جولة تدريبية كده اللعبة هتفهمك ازاي تلعب ازاي تحط اللي في خاخ بتاعتك ازاي تأجي من الوحوش وهنتنقل لحطة اللي في خاخ دي ان شاء الله عندك هنا تحت جوتوتاوين برايفت تافرن ده حاجة زي المكان الخاص بيك كده في اللعبة لو مثلا عايز تدعو صديق يدخل معاك في الجيم عادي ممكن تدعوه من اصدقاء استيميل اللي عندك يعني عادي ممكن تدعوه تدخل انتو الاتنين في البرايفت تافرن دي انما واحد فتح اللعبة بشكل عام وبيدخل اللعبة بشكل عام برضو مش هيقدر يجي عندك Law log او يكون في قائمة الاستقاء بتاعتك على استيميل دي الطريقة اللي هيقدر به المكن الخاص بتاعك عندي كده leaderboard اللي ما الناس اا اكل الناس في اللعبة وازاي بيقدروا يعني ادأو مشكله اا وكده يعنى وفيهنا apts برضو حاجة عادية لو حابب تزبط حاجة هنا Graphic Control قاعد براحته دلوقتي هندخل ع التاون وهوريكم شكل اللعبة بالزبط عامل ازاي لما تيجي تدخل اول مرة طيب ده شكل اللعبة اول ما تدخل كل دول ناس بيلعبوا معاك في اللعبة كل واحد له شخصية مختار بطله ومعاك سلاحه وكل ده يعني ودي شخصيتي الفشيخة لاحظة كده شوفوه ملبسه وكونعة مهردة الماسكت عارفين الماسكت اللي في بيبقى شخصية كده بيشجع فرق رياضية في المدارس هو ده بيبقى لبس الكونعة العبيدة المهم ده يبقى شكل اللعبة اول ما تدخل في التاون التاون ده مكان عام زي ما قلت مكان عام بيدخل فيه كل الناس عالية بيتكلموا مع بعض فيه تحت هنا الشات تلغط انتر لو عايز تتكلم فيه لما تيجي تبص تحت هنا هتلاحظ فيه قدرات تحت كل واحدة من دول قدرة تقدر تستعملها في الكتار واللي تحت ده اللي مرسوم عليه اكس ده الوحش اللي معايا اللي هو الوحش بتاعي ده اسمه جوث الشبح والجنب اليمين تحت هتلاحظ ان ده اللي فخاخ بتاع البطل اللي انت تقدر تحطه في اي لفل تدخله وعندك خمسة ده بيجيب فخ رقم ستة بيجيب فخ تاني ورقم سبعة بيجيب فخ غيره وكذا وتمانية نفس النزاع مبدئيا كده قبل ما اتعمك في اللعبة هو في خمس نقاط في خمس نقاط مهمين هقلك عليهم يعني هيخلوك عظمة في اللعبة دي هتبقى فاهم كل حاجة ان شاء الله بس فتح اودانك وركز معايا هشرحلك بالراحة هشرحلك بالراحة اللعبة دي يعني كبيرة ليه وفيها حاجات كتير فمحتاجة انا الصراحة انا عن نفسي احتاجت يجي شهر او شهر ونص على ما استعبت كل حاجة تقريبه وياريتها فعلا كانت كل حاجة استعبت لانا استعبت يجي تسعين خمسة وتسعين في المية المهم هقولكو كل اللي عرفتو لحده حالا في اللعبة دي في خمس نقاط مهمين هنتكلم عليهم بس قبل ما نتكلم عليهم لو جيت ضغط حرف ج هطلاحي زينا بيقولك ان فيه ميشن او كوست دي بتبع عبارة عن مهام كده تقدر تعملها وبتجدد كل يوم في القسم اللي اخدر في الكوستات ده دي بتبع مهام بتخلص يعني لها نهاية قل عشر عشرين مهمة كده تكون تعودت وخدت علابة وبعدين هتلاقي خلص اللي ما بيخلصش بقى المهم اللي بتخلصش اللي هي المهام اليومية دي و المهمة الإضافية المهمة البونس دي بتبع مهمة اسبوعية ماشي بما اني بما اني قلتلكو على نافذة المهام خلينا نخرج كده للقائمة الرئيسية هقولكو على حاجة في حاجة هنا اسمها اه قبل ما انيقل دوت شايفين فوق هنا الكوينات دي ده هي اللي بيجيلك لما بتعمل المهام اليومية و الإسبوعية شراء موارد لحظة هوريكو اه زي مثلا موارد من هنا الشخص ده الموارد دي تقدر تشتريها بالكوين دي اه شايفين تح او الجواهر بس الجواهر دي حاجة بتتشارع يعني بفلوس فلوس حقيقية فاسبكم منها يعني انا اولوك عالمجاني بس الكوينات دي مجانية عادي تقدر تكسبها في اللقبة بشكل مجاني فالكوينات دي تقدر تجيب بيها موارد او تقدر تجيب بيها ابطال والابطال تقدر تشوفهم من هنا الانبوريام دي تدخل عليها وتضغط هيروز فوقها تضغط براوس اول ودول دول كل الابطال اللي تقدر تفتحهم كلهم تقدر تفتحهم بشكل مجاني عادي اه هنا مثلا تقدر تفتح ده بعشر تلاف كوين عشر تلاف عشر تلاف فوقها كذا يعني ونيجي للدهب الدهب ده تقدر تشتري بيه موارد موارد او منتجات اه منتجات ايه احنا بمبيع منظفاتي قصة الدهب ده تقدر تشتري بيه اه موارد او اسلحة الناس ببيعها وكل اللعب في اللعبة دي بيبقى له متجر خاص يعني متجر خاص به يعني لو جيت هنا مثلا انا اسمي ميدو اه اسمي ميدو في اللعبة وعندي شايف ده اسمها شوب تضغط ايدت شوب دي كل الاسلحة اه كل الموارد والموادات اللي انا عارضها للبيع دلوقتي هتسألني ايه الاسعار الفشيخة دي وليه وليه الكويمة الاجمالية بتاع الشوب مية وسبعة مليون ياسطة ده كتير قوي كده صدقوني ده بالنسبة لي حاليا مش كتير خالص ماذا؟ ده انا محتاج اكتر من كده بكتير يعني انت كالعب يفتح اللعبة الاول مرة هتقول ماشي السعر ده كبير فشخه او ماي جود ده كده كتير بس لا سدقني انت لما تقضي وقت في اللعبة دي قول سنة سنتين او اكتر هتحتاج اكتر من كده بكتير وهتحطي سعر اعلى من كده كمان يعني عندك هنا مثلا لاحظة كده مبيع الحاجات دي هقولك او عندك مثلا هنا ده معده عبارة عن دي جلوف جوانتي عرضه للبيع عندي مثلا او انا كده شرته من الشوب يعني شرته من المتجر بتاعي اللي هو المفروض معلن قدام الناس دي الوقت ممكن احطه تاني وهنا ممكن احط السعر بتاعي زي مثلا ايه ممكن تغبط أي سعر فشيخ أنت عايز اللعبة مش هتقول لك لا يا عم أوبص اوه أيها بالظبط كين مليون ولا مليار دي مليار اصل عامل المعدة بمليار ذهب طبعا محدش هيشتريها ولكن لأنه للسلاء المعدة مش مستهلة أصلا تبقى بالسعر الجامد ده ولو تلاحظوا تحت في الاثيريان تاكس دي عبارة عن ضرايب اللي كارية بتفرضها عليك اللي المعدة تفرض عليك و اللي بتكسبوه ده اللي تحتها او شايف كاتبلك You will get ده الداب اللي تكسبو من البيع طبعا ده حاجة بتطمو مقرفة مش عارف لازمتها ايه يعني ممكن ما يكونش فيه ضرعيب خالص اصلا بس ماشي اظن المطورين حابو يحطوا شوية واقعية في اللابة يعني يجاروها مع الحياة الطبيعية بتاع البشر فماشي الوقت انا كنت عرضها للبيع بمقدار 600 الف فاخلازم ايه بس هو صدقوني لما تقضوا وقت طول في اللابة دي هتعرفوا انا ليه حطت العصار دي المهم كده شرحتو لكم الشوب والكوينات والدهب وعرفتوكو بيعمل ايه فيه هنا بقى اه زي مثلا لو هستتتصفح المتجر بتاع كل اللاعب عادي تقدر تعمل كده ممكن تلاقي معاها حاجة كويسة تشتريها اه تساعدك بعدين واي كذا حاجة زي هنا مثلا واحد اسمه كلاود ديزاستر عرضي للبيع وشوف عرضها بكام موسيقى يعني تخيل لو اعرضها بالسعر ده السعر ده اصلا مش حاجة في اللابة يعني ده ما ده اولا ثانيا محدش هيشتريها بصي يعني مع ذلك محدش هيشتريها حطا لو يعني حطا لو حطا بالمقدار ده عارفين لي بقى عشان الناس شايفين دي معدة ملايش لازمة محدش محتاجها في حاجة وهكذا بقى وكل واحد له متجره الخاص تقدر تشوفه وتشتري منه اللي تحبه والدهب ده بمجاني برضو بيجي بشكل مجاني انت متدفعش في فلوس الدهب ده مجاني والكوينات دي مجانية دي جواهر دي اللي بتدفع فيها فلوس حقيقية فخليكو بعض عن ديعا لما نشوف كده لو في حاجة كويسة ممكن اشتريها لاني بقى لي يوم من كده بعاني بحاول الاقي موارد واسلحة معدات اقصد ومش لقى معحد ماشي كأنه هاها دي كل الحاجات بفلوس دي اشكال ممكن تحطاء hacking في خاخك والابطال برده ممكن تحط لهم اشكال وفيه ما اظنش فيه اشكال للفخاخ مجانية صح? لا مفيش كله بالجوار يعني كله بفلوس المجاني هقولوك عن المجانة كل ده بفلوس انا اول مرة اشوف الكلام ده بقى لي كم شهر ولا اه بقى لي كم شهر في اللابة واول مرة اشوف الكلام ده لاحظة كده انا هقولوكو هقولوكو عن المكان اللي انا اعرفه اه اه قبل ما افتح الشاشة دي تقدر هنا لو تغطي اسي سي بالكامرة الرئيسية يعني تدخل على انفنتوري هتشوف الشانطة بتاعتك دي عبارة عن الشانطة بتاعتك دي بتخزن فيها مواردك ومواداتك وكل حاجة بتكسبها من المباتي يعني كل دي عبارة عن موارد بتحتاجها في تطوير الموادات فالجزء اليمين ده عبارة عن الشانطة بتاعتك تقدر تقلب ما بينهم بالE والQ والجزء الشمال هنا بقى ايوه ده الجزء اللي هتتعب فيه هتتعب فيه جامد كبه عندك هنا مثلا ماي هيروس يعني ابطال دول كل الابطال اللي انا فتحتوه هيظهرولك بشكل بطايق كده او اللي هو دو اللي هم دول وتقدر لو عايز تسميهم باسم معين زي ما انا مثلا كده مسمي البطل ده زي جوكر انا مسمي بالاسم ده عشان هو اقوى بطل عندي حاليا يعني زي ما انتم شايفين شوفوا انا عامل ايه في الموادات بتاعته وواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا آح... طبعا لما تبدأ اللغبة مش حباب بالشكل الجامaid ... هي بنقص كل استديدا ... فهنشير كل ده كده اوجده وهناك تحيطيب يوه وه ده الشكل اللي هتشوفه اول ما تبدأ اللغبة ده سكور ways homes ده السكور الاسكور ده هقولوكوا عليه ده ده السكور بيبعها عبرها عن كوة ده انه سنجمعهم حاجاته وبقال فتره كان لدي كل ده ا ا ا ا ا ا ا... ده عبارة عن حيوان بيبقى الحيوان بتاعك بتكسبه من المباتى عادي ممكن تكسبه من اي مكان او تشتريه من الناس او حتى تشتريه بالكوينات يعني هنا مثلا لحظة ريكو فيه واحد هنا بيبيع حيوانات اي والله الشخص ده كل دي بيوت تقدر تفتح منها حيوان يعني تقدر تشتريها وتخليها تفقس وتفتح حيوان وعشان تخليها تفقس تيجي ل اللوافة دي الحاجة اللوافة دي مستنيها حد يجي لها غالبانة مفيش حد تقدر تجيبها بالكوينات عادي تقدر تجيبها بالدهب لو عايز من الناس او تقدر تجيبها من اللوافة التوين يعني هناك ده بالكوينات اقصد طبعا هو هنا يشوف شكله جامد فشخي يعني رأس تنين وانا ملابسة دي هو الحيوان شكله كده الطايل اللي عليه دي هو جاي بها كده انما الطايل اللي انا ملابسة للبطل دي انا اللي ملابسة دي خنت الحيوان اللايبة معك ودي الخوزة تقدر تحطها للبطل لتاعك ده الجولوف او جوانتي وهنا الشيست اللي هو الدرع درع السدر وهنا البوت الجازمة او يعني الدرع الرجف تفهمينه وهنا الخاتم الخاتم ده معايدة بتقدر تجيبها من اعلى لفل في اللعبة اه معايدة بتقدر تجيبها من اعلى لفل في اللعبة بس لما توصل يعني لعلى لفل ان شاء الله وهنا السلاح السلاح بتاعك دلوقتي فيه حاجة لا قبل ما ندخل في المدات قبل ما ندخل في المدات هقولوكو مثلا عندنا معدة هنا علامة الاكس اللي شايفنا فوق دي دي معناه ان المعدة دي انا فتحها من لفل عشرة وهنا هتشوفوا ان المعدة اسطورية يعني عندوكو هنا دي فئة اسطورية ودي فئة يعني استغفر الله العزم مش هقول الاسم بس يعني اعرفوا ان ده شكل الفئة اللي بعد اسطورية اللي هي اعلى حاجة في اللعبة يعني وفي فئات زي مثلا في فئة اسمها mythic m-y-t-h-i-c لاحظة كده شوف لو عندي ايوة اللي هي الفئة دي اللي هي الفئة دي دي فئة اقل من الاسطورية وفي الفئة اللي اقل منها اللي هي الزرقة دي اسمها ابك وفي واحدة كمان اسمها powerful بس ما اظنش اني عندي منها او مش موجودة هي المهمة هتلاقي شكلها مش هزرق يعني شكلها مملة كده مش حلو مش حلو للعين ما بيلفتش الانتباس وفي فئة اقل منها اسمها الشائع نوم دي فئات يعني بتتقسم على المعدات اللي انت ممكن تكسبها من المبادئة ولو جيت هنا تشوف الخصائص بتاع المعدة بتاعتك هتلاحظ مكتوب ارمور فوق وتحتها hero damage طبعا hero damage دي ممكن تتغير بعدين بتتغير في المعدة على حسب اللي بتكسبه من المبادئة يعني هنا مثلا لحظة اوه هنا مثلا الجوانتي ده اوه مكتوب ability power بس هنا مكتوب hero damage فكل معدة بيبقى لها امكانيات معينة بتحطها على حسب البطل المناسب لها وكل معدة نفس الموضوع hero damage ability power hero health بتزود صاحة البطل وكذا في حاجة تانية بقى اسمها الموداد الموداد دي موال اي حاجة موال طويل اسيبها البعدين اللي احكيلكو حلموم دلوقت هنا اه في المعدة ده اللي هتشوفه ممكن المعدة تطورها طبعا هو طالب مني المبلغ الشاسع ده عشان المعدة level 10 فانا قدر عملها ماكس بالتطويره دي يعني بس انا مش هعمل كده لاني مش محتاج المعدة دي دلوقت دي الموارد اللي هتحتاجه عشان تطور المعدة طبعا كل مورد في اللعبة دي بيبقى له level معين تجيبه منه ومش كده وبس level ومابه معينة كمان طبعا هن المعدة تجيبه تطورها بالدهب او بالكوينات براحتك يعني فدي النفذة الخاصة بالتطوير ودي النفذة الخاصة اه لحظة اه دي النفذة الخاصة بتطوير level المعدة اللي هو مثلا هي level 10 يعني X ممكن المعدة تكون level 9 مثلا يعني هنا هوريكو وفي عندي معدات level 9 او مثلا جوانتي ده تيجي هنا لتاني نفذة ده هتلاحظ بيقولك تقدر تطورها level 8 ودي المورد اللي انت محتاجه عشان تطورها بالدهب او الكوين وهنا الري رول الري رول ده بقى تزود امكانيات المعدة ده بليفل بسيط يعني مثلا لو عايز تطور الدرع اه كدرة الدرع على المقاومة تزود الارمور دي تشتريها بالموارد ده ايه اه تطورها بالموارد ده وتضغط اه يعني تصف المبلغ ده من الدهب او 13 كوين وفي ريرول تاني تقدر تعمله للمودات هنا وازاي ما قلتلكو المودات دي هحكيها لكو بعدين لانها موال موال فضيع طيب كده اظن شرحت لكم المعدات واللي فيها واللي تقدر تعمله بيها بالنسبة للحيوان بقى لحظة الحيوان لو حابب تطوره هتيجي هنا وتكلم المعلم اللي واقف ده او دي النفذة اللي انت محتاجها دي بتبقى نفذة فقس البيض يعني هيبقى عندك واقف هنا هيبقى فيه هنا لو معاك بيضة يعني تقدر تحطها هنا هتشوفها هنا وتضغط زرار تحت اسمه هاتش مش هاتش اللي هو هاتش لا الزرار يعني اسمه هاتش يعني افقس البيضة هيبقى ظهر هنا تضغطه والبيضة تفقس ويجيلك حيوان مبروك عليك وهنا اللي هي نوع دي بقى الست اللي واقفة جنبه اللي هي ده دي كأنك بتنقل الكلام من هنا اللي هنا كوي عندك هنا استاتس عندك هنا قدرات الحيوان اللي معاه هنا مثلا الحيوان بتاعي اسمه جالي سانتويتش قدراته انه بيستعمل عنصر المية دي سرعة هجومه بيت اتاك ريت ودفنس باور دفنس باور اللي هي قوة الدفاع هيرو دامج اللي هي قوة البطل وده بتبقى قدرة خاصة له اللي هي بتضغط اكس وبي فعلة كده هي دي الكودر شايفين الرقم اللي تحت العداد اللي بينزل ده دي معناه ان الكودرة بتشف في ريرول برضو تقدر تزود الدمج بتاعة البطل اللي هو بيزودها للبطل ولكن في حاجة مهمة الحيوان ده زي ما تشوفو دلوقتي استنى يا عمي مش دي في حاجة مهمة اقولك عليه العنصر ايوه اختار وطر عنصر المية هنا بيقولك الرسالة دي معناه ان في حيوانات معينة متقدرش تغير عنصر الهجوم بتاعها في عنصر كتير هجومية فيه عنصر المية عنصر الرياح عنصر الارض كل دي عنصر يعني تقدر تستعملها في اللابت دي انا كنت باهري البحوش بكل العناصر انا بقولك يعني اللابة دي ممتعة جدا من شكل رهيب لما تنوع فيها الحلو فيها يعني الممتعة في اللعبة دي انك لازم او لا مش الممتعة المشكلة في اللعبة دي انك لازم تنوع بنفسك لو حسب بملل مش تستعمل نفس الفخ كزا مرة او نفس البطل كزا مرة لا لازم تغير من وقت للتاني عشان لا بتفضل ممتعة معاك المهم ما انا حكيتلكو الجزء ده كله اه وهنا الخصائص دي بتبقى الخصائص الاجمالية اللي في البطل بتاعك دلوقتي الناتجة عن المعدات اللي هي محتوطة اللي عندك الدرة صحة هجوم قوة الهجوم قوة قدرات البطل السرعة سرعة الجاري المانا المانا اللي بيحتاجها البطل عشان يفعل قدراته والاتنين دول اه عارفين كده في بعض الالعاب بيقولك critical chance في عاجة اسمها critical chance انا مش عارف يعني ايه هي يعني ايه بالعرب الصراحة بس ايه في بعض الالعاب في عاجة اسمها critical chance دي بيبقى معناها ده اللي انا فهمته الحد حالا نعم critical chance دي يعني زيادة فرص ظهور اكبر damage انت بتضرب الوحش بالبطل حد فهم اللي انا اقول ده لا اصح اه 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 ده اللي انا فهمه يعني من كلمة critical chance يعني ممكن مثلا لما تجي تضرب البطل بتاعك الوحش تضرب واحد اثنين ثلاثة ثلاث مرات اول ضربتين ضربتين عاديين انما تالت ضربة كان الدمج بتاعها اعلى شوية عن الدربتين اللي فاتوا ده اللي فهمته من كلمة critical challenge وهنا critical damage دي اللي هي زيادة ضربة النادرة زيادة معدل ضربة النادرة اكتر ماشي كده خلصنا الجزئية دي العزة الشاب شوية مية انا ريئي جاف ريئي ورقبتي وكلو وشي وكلو يعني في كمية معلومات رهيبة في اللابة دي يعني انا بقولكو في كمية معلومات رهيبة يعني ما اقولكو اه كده خلصنا الجزئية دي عندنا هنا كريت هيرو في كريت هيرو دي ممكن تعمل بطل مشابه لبطلك لو عايزة هو انا لسه ما عملتها ايش لاني خايف منها الصراحة انا خايف اتصفر لو عملتها فعشان كده مش عايزة المسها انا لسه ما تعملتش معها فمعرفهاش فلو عايزين انتوا تجربوا براحاتكم عندنا هنا خلص قلنا ماي هيروز كريت هيرو اسنشن اه الاسنشن ده اقولكو عليه بس هعدي دلوقتي والباورز نفس الكلام هنا بقى الكوزماتيكس لو عايز تغير شكل البطل بتاعك طبعا فيه يعني لحسن الحظ فيه هدوم واسكنات كتير مجانية تقدر تفتحها بلاب المبات عندنا مثلا حاجة زي دول تقدر تضغط اي واحدة منهم والبطل هيلبس كده لحظة عشان اللابة دايما بتهنك في الجزء ده مش عارف له هنا مثلا كده انا البست الطاية دي ورجعت زي ما كنت وهكذا بقى في كذا حاجة تحت اهو زي انتو شايفين ايه ده انا فتحت دي امتى انا مش فاكرا اني فتحت مش عاك سياه شكلها واحدة ومش عايزة ودول الكوزماتيكس واي حاجة يعني تقدر تلبسها البطل بتاعك او الدفاعات بتاعته الدفاعات يعني لو عايز تغير شكلها زي ما قلتلكو تيجي هنا تاوري سكن ويتلاقيهم هنا طيب عندنا ثاني وينيم قلناها دي ليت هيرو دي برضو مش عايز اتعامل معها عشان خايف منها دي لاتي خلونا بقى ندخل في التقيل اه بالمناسبة في هنا حاجة زي بنك 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 تخزن فيه يعني عبارة عن شونات زيادة لو عايز تخزن فيها اي حاجة انت فتحتها وجبتها من المبات عندك شنطتين هنا تقدر تستعملهم زي ما انت عايز تحطو فيهم اللي انت عايز وده بنك خاص بيك انت شخصيا يعني ما تقلقش ايه ما حدش يقدر ياخد حاجة منه كل حاجة هنا لك تبعك حدش يقدر يمسك و... عندك هنا مثلا المعلم دا اه دا اللي تقدر تخليه يطور مقدتك للليفل اللي بعده هي المعدة دي مقفولة عشان ما تطورتش ماكسلس يعني شايفين كلمة ليفلز اللي تحت دي لازم تكون عشرة من عشرة ماكس قبل ما حطها هنا اهو فقدر اطورها للفئة اللي بعدها بقى لها بعد الفئة الاسطورية وهنا لو عايز تنزل ليفل المعدة بمعنى اخر تضعفها انا هقولكو بعدين ليه ده اصلا يعني مين اصلا هيحب يضعف مودته يعني كده قوة ضرب اقل بس انا هقولكو دلوقتي ليه هم حطين الخيار ده في اللعبة او الاوبشن ده في اللعبة وعندك هنا بصوا في كل ده بقى هتيجي هنا دي يعني دي اصلا اول حاجة هتشوفها اول ما تنزل في التوين المكان اللي هو في الناس ده دي اول حاجة هتشوفها قدامك ودي اللي هتبدأ بها اللعبة اسمها وورتيبل طولة الحرب هتضغط ايه هتشوف كل ده قدامك ماشاء الله يعني فيه مش عادة اقول عليها جيمز ولا ميني جيمز بس هي يعني وضعيات مختلفة للعبة في هنا اول واحدة عالشمال فوق الكامبين ده بيبقى قصة اللعبة تخلصها تدخل على ادفنترز اللي هي مغامرات وكل دي بتبقى ما بات تخلصها بعد قصة اللعبة يعني لما تخلص كل ده بقى تدخل بقى التقيل اللي في الات التقيلة اللي بتبقى تحدية دي بقى اسمها اكسبديشنز لو جيت هنا تضغط ادفانست بدل الشكل البسيط اللي ما تعرفش منه حاجة أنا عن نفس بقى لما بدخل عالطاولة بدغط ادفانست على طول ما ببعدش عبصة عبصة على كل انخريطة دي بدخل هنا ادفانست في الاكسبديشنز دي بقى بعد ما تضغط ادفانست هتلاحظ لفيلات خلاها لفيلات هتلاحظ لفيلات في اكسبديشنز كل لفيل اسمه كياس الكياس ده هبارع لفيل فيه وحش بقدرات معينة او مميزة عن باية الوحوش عندك مثلا كياس واحد اللي هو اول لفيلات اكسبديشنز زي مثلا هنا بيقولك وحش جديد او عدو جديد في الكياس ده اسمه فانجارد الوحش ده بيقولك مدرب بشكل عالي ومحترف في صد الدربات او امتصاص يعني امتصاص الدربات واستاذ في يعني بيقولك ده استاذ في مسك الدرع بس كياس العارف الناس ده الوقت ازولها بتتفرج عليها ده بيقولك من العبيد ده ولا بيقول او مش فاهم حاك هوضح لكو شكل كل الوحوش ده لما ندخل مابا المهم بس ده الوقت اعرفكو سوف أعرفكم Exhibitions دي عبارة عن إيه دي عبارة عن لفلات اسمها كياس وفي لفل واحد اللي هو كياس واحد لفل اثنين كياس اثنين وهي كذا بها ونازل تحت لحد كياس عشر كل كياس من دول زي ما قلتلكوا في وحش بقدرات معينة ومميز هنا حاجة اسمها الونسلفت الونسلفت دي حاجة بتفتح بها باورس هقول لها لكم دلوقتي الونسلفت دي عبارة عن فلورات عندك مثلا فلور واحد عندك فلور اثنين فلور ثلاثة وهكذا بقى ماشين لحد تسعمية وتسعة وتسعين ايوه اخرك في الفلورات في الونسلفت ده هو تسعمية وتسع وتسعين بس انا طبعا مش في الليفل ده فهو مش هيجبولي دلوقتي انا اخري اخر فلور كسبتك تلتمية خمسة وعشرين بس الونسلفت دي يعني محدش بيلعبها عمتا يعني إلا إذا كان عايز يفتح باور ويصفر نفسه من تاني وزي ما قلتلكوا هاجيلكوهو في الحتة دي اسبره عليها بس هنا المستري في حاجة اسمها مستري كلها عبارة عن تحديات في اللاب اللي هو مثلا ايه ايه هنه يقولك اه لو جدت تختار مابا اه دي التحديات اللي تحت دي بس أيها الجوازة هيحلوة على فكرة المستري دي فيها جواز حلوة كويسة فابرحتك لو حبيت تعمل تحديات ممكن تدخلها هنا حاجة اسمها انكرجنس دي بتبقى دي بتبقى أمتع شوية عن المباتي العادية فبيبقى فيها شوية متعة يعني واحيانا بيبقى فيها الغاز وكده تبقى حلوة هنا بقى survival اوه يعني على survival اوه survival دي ممكن تقعد فيها تسيب جهازك مفتوح فيها سنين ومش هتخص يعني حرفيا survival دي ده جيم شغال الى مالة نهاية كل جولة فيه اللي وحش فيها بتزيد قوة وصحة اكبر وجود من الوقت الالتاني كده بدخلها عشان اجيب المورد المميز ده اللي هو اسمه ايه اقولك عليها اوه ده اوه شايفينه الكرة الزرقى دي القرب دي دي بس تعملها عشان اطور المعدة للفئة اللي بعد الاستورية اللي هي ده فاحيانا بحتاجها برده بتبقى كويسة يعني ندخل بقى على الخمس حاجات اللي انا قلتلكو انهم اهم حاجات في الفيديو ده هقولكو عليها عشان تكونوا لاعبين محترفين وعالمين بتقريبا كل شيء في اللابة دي عشان تكونوا اقوية وتتغلبوا على بقية الناس اول حاجة انا محتاج اقصدوا فرص اول حاجة عندنا اسنشن لو تتجي تفتح الشنطة كده تضغط حرف i تفتح الشنطة او يعني معلومات البطل بتاعك زي ما هو كاتب فوق هيرو انفورميشن تلاحظ حاجة هنا اسمها اسنشن الاسنشن دي بتكسبها من نقاط خبرة يعني لو جدت اخرج هنا شايف ده كلمة اسنشن دي والشريط اللي تحتها دي نقاط خبرة بتكسبها من لاب المبات باستمرار يعني الرقم ده لنهائي يعني ممكن توصل لمليار ويبقى عادي برضو مافيش مشكلة بس فين وفين بقى لما هتوصلوا مليارد انت هتكون روحه تلمدفن بحزر بحزر بعد الشرق اائ انا شروق buraya الا بدى كبيرة فشخ كبيرة اوووووووووو ripping قíoوووو� كما قلت لكم هنا في الأسنشن عندما تكسب 8 هذا عدد نقاط الخبرة المطلوب مني حاليا ان اكسب اوصلها 8 مليون و 500 ألف وهكون ساعتها قدرت تفتح الأسنشن اللي بعد هذا الرقم ستزيد واحد فهتزوني نقطة في كل خانة من دول هنا خانة الهجوم خانة الدفاع وهنا خانة الأدوات تزود فيها كل حاجة براحتك زي نظام المهارات في أي لعبة كده انت تعرفها لعبتها قبل كده لاحظت ان فيها مهارات تقدر تطورها بنقاط الخبرة في اللعبة دي نفس النظام وكل بطل له الأسنشن الخاص بيه يعني ما تفكرش فيه أسنشن واحد منتشر على كل الأبطال لا يا حبيبي كل بطل له أسنشن خاص بيه كل واحد من دوله قدرات هتتطور ودفاع هيتطور يعني اه عشان كده بيعقولك لعبة كبيرة ضخمة الباورز بقى الباورز الباورز اللي مش طيقها وهلعطي بالمسحن من ساعة ما وصلت باور خمسين وأنا معطيش عب بعمل باورز بقى دلوقتي اركز على المودات والشردات فيه كلمتين كده يظهروا اتأكد انهم صح قبل ما اقولوكم اوه ده طيب بص يا سيد طيب بيقولك تحت كل ما تكتف تحب بار هتحصل على نقطة أسنشن زيادة كل لفل خمسين بمعنى أربع نقاط أسنشن لكل فلور بعد الفلور الثلاثين معنى كلمتين دول يعني انه عايز يقولك كل خمسين لفل في الأسنشن تعديه هتكسب نقطة أسنشن زيادة بعد كل خمسين لفل في الأسنشن تعديه يعني لو اقول مثلاً لو أسنشن متاعك ألف وصلت أسنشن قعدت تلعب يعني لحد ما تصل أسنشن الف و خمسين لما تصل أسنشن أسنشن ألف و مية أسنشن بتاعك يزيد نقطة هيبقوا ألف مية و واعة وهكذا كل خمسين هيزيد مقدار نقطة يعني كل الخمسين الجاية هيزيد بنقطتين الخمسين اللي بعدها هيزيد سلسة نقطة وهكذا وهنا بيقولك يعني بعد كل ثلاثين فلور وتعديه في لونسلف هتكسب أربع نقاط أسنشن زيادة كل الكلام ده هيحصل لما تجي تفتح باورز اللي عايز اقوله لكو بقى ان موضوع البارز ده كل ما تجي تفتح باورز البطل بتاعك هيتصفر يعني كل معدات لفل 9 اللي معاك كل معدات لفل 10 اللي معاك كل التطويرات في الأسنشن كل اللي يعني كل أي حاجة معاك كسبتها في المابا وعشان ترجعها لقدراتها الطبعية تاني هترجع تطور في كل واحدة من تاني لحد ما تفتح باورز تاني وتلاقي كله تصفر تاني وهكذا بقى تفضل ماشي عشان كده انا بقولكو انا بقفت معدوها البارز ده معدتش بعمله خلاص يعني هو مثلا هنا الجولوف ده لفل 7 تجي تفتح باورز هتلاقي بقى لفل 0 وترجع تطوره تاني والخاتم الخاتم على الفكرة ما بيتأثرش بالباورز معلومة مهمة يعني حبتها قولها فما تقلوش من جهة الخاتم إنما اللي بيتأثر كل حاجة تانية عادي يعني حتى الحيوان بيضع فرض زي معدتك بالظبط لما تجي تفتح باورز ويكون معاك أسنشن كتير كل ده هيكون تصفر بس هيكون معاك شايف 37 نقطة دول هيفضله زي ما هم يعني اما هيفضله زي ما هم يعني اما هيزيده والله يبقى مطلوب منك لما تفتح البار الجديدة هترجع تحتوم على كل دول تاني أنا هنا هو بزود دي نقطة أسنشن عادي ونفس الموضوع في الخانتين دول وعمتاً موضوع البارز ده أنا حاسس إنه مش ضروري ما بيفرقش قوي يعني في اللابة وهنا أجي أقولكو عن بلاش الموداد هكلمكو عن الشردات ليها دور مهم جداً في اللابة دي هنا مثلا خلينا خليني أجيب لكو الجوكر بطلي الفاشيخ اللي أنا تعبت عليه بقى لي شهور شوفوا الحيوان اللي معايا حيوان دهج وبيل مع كمان شوفوا اللامعان اللي بيتور كده هنا السلاح شوفوا شكله عامل زي البوت الجوانتي الخوزة الشيست خلينا نبدأ بالشرد العادي ده اسمه شرد ممكن مثلا تحطه كده تشيله من المعدة او ترجع تحطه فئة تاني فيه شردات معينة بتنفع للكل يعني كل المعدات وفيه شردات ممكن تنفع للخوزة بس للجوانتي بس للشيست بس وهكذا والشارد اللي تلاقيه بالشكل ده يعني شايف الحواف اللي هي المعدنية الصفرة دي ده بيبقى شارد مودماج الشارد المودماج بيبقى اقوى بكتير من العادي اللي هو وزع مثلا ايه؟ عندك شارد هنا ده شارد عادي مش مودماج لو جيت تضغط كنترول وماوس هيقولك انت محتاج 10 شاردات زيه عشان تدمجه هم 11 شارد على فكرة مش عشرة هو بيسحب واحد زيادة مش عارف بيودي فين بس هو لابة تسحبه عشان تدمج الشاردات المهم ده بالنسبة للمعدات بالنسبة للفخاخ بقى ده بتبقى خانات اللفخاخ اللي تحت ده الفخ بيبقى بتقدر تحطله حاجة اسمها ميداليون او اسمها ريلك ده اللي بتقول فخ بتاعك وزي ما انتو شايفين تقدر تحط فيهم الشاردات برضه ده الفخ الرئيس اللي انا بستعمله او مش الفخ يعني الريلك الرئيسي اللي انا بستعمله بحطه لأي فخ لأي بطل والفخ بيبقى فشيخ قوي فشخ يعني ما شاء الله واللي بيفيد اكتر بقى الى جانب الشاردات واللي هنقول عليه دلوقتي المودات هنرين ثلاثة سطور مغدرين ده هي دي المودات المودات دي عبارة عن أưởngضى قوة اضافه زي الشاردات كدة بظود قوة الفخ او قوة المعده اللي معارضة دي ماطرح اه… في حالات معينة بمعنى ايه اه... المود له 8 LEVEL يعني لازم لما تتهالر المود طوره لأقصى جديد له اللي هو 9 ده بيعيد عن جديد لو Londres لفل المود اكساها 8 و لفل المعدة اكساها 10 فخلوا بالكم الحتة دي المهم المود اللي في النص ده مثلا مود اسمه Anti Melee Server ده مود بيزود الداميج اتجاه فئة معينة من الاعداء واللي هي ايه بقى الفئة دي اللي هم الاعداء اللي مسكين في ادوهم مثلا عصاية صيف بيشوحوا به كده جاي من كلمة ميلي Anti Melee يعني داميج اكتر اتجاه الاعداء اللي من نوعية دي كل مود بيتفعل بطريقة معينة فيه مود عبارة عن مود شكلي كده ما بيبقاش مفيد قوي زي المود ده ومسر اللي انتو شايفونه حوالين البطل ده دلوقت يعني مثلا الدايرة الحمراء اللي على الارض دي ده مش لبس مش حاجة انا لبستهاله في الكوزماتيكس لا دي ده مود يعني ده مود في السلاح انا حطه للسلاح كده قلنا الاسنشن قلنا البورز المودات الشاردات والمعدات قلتلكوا عليها فيه بقى حركة ممكن تعملها اقولكوا عليها بالمرة في واحد هنا يعني لو حابين مثلا تنقلوا مود من معدة لمعدة غيرها تيجوا للراجل ده اسمه ايه؟ بروفيسور برو بروتيتوس بروفيسور بريتوس مش عافي سبب بروتيس يلا المهمة تيجوا للراجل ده لو عايزين تنقله مود من معدة لمعدة تانية وكذا تقدروا تنقله بالشكل ده هو طبعا مش قابل لان المودات فيه ثلاث مودات هنا المعدة مليانة ياسطا بحاجة لمعدة فاضي وما فاش مود لازم لما تيجي تنقل المعدة يكون معدة من نفس الفئة من خوزة لخوزة او من شست لشست انما من خوزة لشست لا ما ينفعش كده كده انت بتهزر ياسطا اللابة ما تقبلش او الخوزتين دول خوزة من بطل وخوزة من بطل تانية تقدر تعمل كده او عشان تنقل المود تاخدوه من هنا من المعدة دي تحطه للمعدة دي باس وتبقى وتضغط الزرار ده الكوينات تصرف عليها كوي نية طبعا هيطلم منك موارد هنا المواردين دول وكل الموارد دى عمتا تقدر تجيبها من المباتع عادي او تشتريها من بتاع الموارد طبعا نقلة المود نقلت المود بتدمر المعدة يعني تخلي بالك من الحتة دي كوي المود لو مثلا طلعته من المعدة دي حطيته في واحدة تانية المعدة خلاص تدمرت مش هتقدر ترجعها تاني إلا إذا كان معك لفيفة اللفيفة اللي هي شايفين دي دي حاجة زي تأمين دي بتحفز على المعدة بتاعتك لو عايز تنقل المود تخرج المود منها وتودي المعدة تانية من غير ما المعدة الاولى تتضمر مثلا الخزة دي هنا لو عايز انقل المود من غير ما المعدة تتضمر اضغط شفت شايفين العلامة تحت دي اي وظهر تحت دي دي معناه انك تقدر تنقل المود من غير ما المعدة تتضمر ولو عايز تقفل الخاصية دي واللفيفة ما تسحبش منك بس كده تضغط شفت تاني وحفظت على اللفيفة اه اللوك ده شايفين اللوك اللي على الجولوف ده ده لو حابب مثلا تبيع كل حاجة في الشنطة انت مش عايزها تبيع بمعنى اللي بتشتريها مش حد يشتريها بتضغط بس حرف Y يبيع كل اللي عندك في الشنطة تكسب شوية ذهب دي حاجة مفيدة برضه عشان لو حد ممكن حد ما ياخدش باله يبيع كل حاجة وعيزها في الشنطة وولستة حاجات كتير تانية مش عايزة يعني فاهمين لصدي فدي حاجة مفيدة يعني ويبقى كده قدتلكوا على كل حاجة هنا بقى هتشوفوا كل حاجة عملي خلونا بقى ندخل لفل هوريكوا كل حاجة على أرض الواقع بقى لفل سبعة خلينا هدخل لفل سبعة هوريكوا حاجة سريعة وبعدين هدخل على عشرة هدخل مع ناس ولا بلاش لو ممكن هدخل مع حد بيخسر اللفل ولا حاجة يكون اللي بتاع بص او ماشي ماشي هدخل انا هدخل مع ناس هدخل مع ناس ووريكوا البطل اللي معايا بيقدر يعمل اي دلوقتي يعني او متن توحوش لفل سبعة انا حسيت انا حسيت ان هما بيتصار اقول الدفاعات كلها بتاعتهم بتتدمر شايفين شايفين الخريطة عاملة ازاي انا حسيت عشان كده قلت محتاجة يدخل لوحدة ما شوف كده لا اقدر لا خلاص مش اقدر اساعد نجف مش هقدر اساعدهم فيه كريستالات كتير في الخريطة بتتضرب لا انا هبدأ الليفل الخاص بتاع هندخل ماابا ليفل 8 و خوريكم على الأرض الواقعة نظام اللعبة دي ماشي ازاي خليه جيم برايفت هنا مثلا هوريكوا التشكيلة الدفاعية اللي انا بستعملها في كل المباد دي تشكيلة يعني ثابتة بستعملها كتير بغيرهاش هبدل بس الابطال كده كليك يمين كليك شمال وهنا كليك يمين كليك شمال اه بالمناسبة الابطال اللي هيبقوا مفتحين عندك يعني لما تبقى بدأ اللعبة الاول مرة هيبقوا الاربع دول دول الاربع الاساسيين اللي هتبدأ اللعبة بيهم المهم هنا دي التشكيلة الدفاعية اللي انا بستعملها اللي بعمله بحط ده ده عبارة عن فخ مع البطل ده بتحطه وده فخ دفاعي مش هجومي هو فخ دفاعي وفي نفس الوقت هجومي بس الهجوم بتاعه ضعيف يعتبر الهجوم بتاعه ملوش وجود فده عبارة عن جدار بتحطه يصد السير بتاع الوحوش بحيث مقداروش يعدوا منه والفخ الهجومي اللي معنا النهاردة دهو تمثال خفافيش زهر فول وطبعا لما تجي تبص الفخ وتضغط ايه هتشوف كل حاجة انت محتاجة هنا من خصائص الفخ بتاعه الكريتاكل تشانس الاتاك دامج كوة الهجوم البويزن دامج لو فيه يعني كوة خاصة او امكانية خاصة في الفخ ده زي مثلا الفخ ده بقدر يسمم الوحوش شي دي حاجة مفيدة برده واللي هي زي ما انت شايف تحت ماكس عارف بقى اللي مقفل سرعية الهجوم كده الشرد دهو شوفت بقى الشردات مهمة ازاي لو طلعتهم الفخ شوف اللي هيحصل سرعية الهجوم بتاع الفخ بقى اه انا دامج شرد تسريع الهجوم هنا اسمه وبيقولك او خلي بالك من التحدي دي كتب له فاليد فور اول يعني الشرد ده ينفع مع كل اللي فخاخ اي نافخ وهنا الحائط الجدار ما شاء الله مليون في التحديثات القديمة كان فخ الجدار ده بيوصل ساحته لا عشرين وعشرين مليون كانت بطير فوق يعني لسو المتعورين حسن الموضوع زيادة شوية فحبوا يضعفوا الفخ عندنا بقى تاني الفخ الجانبي اللي انا بعتبره فخ الجانبي اللي هو ده الفخ ده بقى انا بحطه ليه ونسميه جانبي ليه هقولكو دلوقتي ده علشان انا حاطت فيه شرد اسمه ديستوركتف بايلن الشرد ده بقى بيعمل ايه؟ على فكرة الشرد الدهب ده بيبقى اقوام العادب كتير حتى اقوام المدمج فمهم بحاولو تجيبوه هيساعدكم كتير ده شرد بيزود قوة كل اللي فخاخ اللي حوالين الفخ ده اللي فيه الشرد ده اه على فكرة خدوا بالكم فيه شرد اسمه باور بايلن يعني شايفين اللي مكتوب تحت ده بيقولك الشرد ده مش هشتغل لو فيه شرد معاه في نفس الفخ بنفس قدراته اللي هو مثلا ده شرد بيزود قوة اللي حواليه لو فيه شرد عادي برده وبيزود قوة اللي حواليه اللي اتنين مش هشتغلوا مع بعض ده بس اللي هشتغل لوحده فخلوا بالكم الحتة دي مهمة برده المهم الفخ الجانيبي ده انا حاطت فيه الشرد ده عشان يزود قوة الخفافيش ونجي لاخر فخ اللي هو او هو مش فخ او يعتبر دعم بس للفخ يعني دعم للفخ الهجومية وده اللي اسمه البوف بيم ده فخ مع البطلة دي بيزود قوة اي فخ انتحطه نجي لاخر فخ هنا او اخر دفاع ونحطه واللي هو ده الدرع ده بقى مفيد مفيد جدا اقول لكم مفيد ليه؟ لانه بيصد بيصد ضربات الوحوش اللي من نوع المجزوفات الدرع ده بيصد المجزوفات او يعني اي شيء الوحوش بتحدفه على الجدار الدرع ده بيصده ويرده للوحوش ثاني فدا مفيد جدا الصراحة يعني المهم لاحظوا ان انا مبعد الخفافيش هنا عن الجدار بمسافة لان العناكب لما تيجي تموت الخط بتاعها بيدعى في الفخ فخلوا بالكم من دورة وكل خط نعمل في نفس الموضوع على فكرة انا برضو مزبط تشكيلة الدفاعية بحيث شايفين الرقم اللي فوق ده 960 من 600 انا مزبط التشكيلة الدفاعية بتاعتي دي بحيث انها متعديش 200 من استخدام المانا وده عشان اعرف او يعني اقدر بعد كده اوزنها في كل المابات اللي جاية بقى غير دي كمان يعني اي مابة تانية يكون معايا كفاية انه غطي كل الخطوط كل خطوط سير الوحوش اللي هي ده شايفين الخط اللي طير ده ده خط سير الوحش الوحش بيجي من البوابة دي ويمشي كده ويروح يجي مع الكريستالة دي دي بقى اللي انت يعني ايه المطلوب منك حمايته لما الوحش تيجي كده يعتبر خلصنا ممكن مثلا في مساحة زيادة نحط فخ كمان نحط واحد هنا وبس كده واحد هنا وخلاص وهنا نضغط جي عشان الجيم يبدأ شوفوا بالله يحصل للوحوش شايفين العنكبوت اللي تجمد من شوية ده شايفين العنكبوت اللي تجمد من شوية ده دي يعني حاجة حلوة برضو في اللب ولحد حالا كويس محدش محدش لسه قدر يقرب اقوص كنت لسه اقول محدش قدر يقرب من الجذاء وكل جولة الوضع هيفضل ماشي كده بقى تتفرج على فخاخك وهما بيتولوا المهمة طبعا في البداية انت هتحتاج اجباري تقاطل الوحوش مع الفخاخ بتاعتك ده لو اذا مثلا تروح للوحش وتضرب كده يعني ضروري وحتما هتعمل كده في البداية على ما تجمع شرداتك بقى وموداتك وكل معداتك المناسبة اللي هتقوي بها فخاخ دلوقتي لما الوحش ييجي انا هعمل شوية حركات كده وبقولكو انا عملتها هاشوفوا ده وحش جاي اوه الوحش صحيته 60 مليون شوفوا هينقص ازاي يعني ماشاء الله ده انا ملحقتش هلمسه حتى هقولكو بقى اللي حصل دلوقتي في اللحظة دي قدرات للبطل اللي معايا فعلتها قبل ما هجي مع الوحش شايفين اوه كلهم بيشحنوا تحت ودي قدرة الوحش فعلتها كمان معا انا عملت دول اللي بقى هقولك اوه لان هنا مثلا المعدة دي مثلا في مود اسمه واسواب دامج ده مود بيتفعل بيزود الدامج بتاعتك بمقدار 7000 سيما انتم شايفين الرقم ده ده مود بيتفعل لما تيجي تبدل بين الابطال كده شايفين الايكون اللي فوق دي اللي مكتوب تحتها سيري ام سيري ام يعني 3 دقايق دي معناه ان المود بتاعتك متفعل دلوقتي يعني الدامج بتاعتك زايدة والمود اللي غيره اللي بعده عندك مود اسمه دامج بوف اتشيب ده مود بيتفعل لما تفعل قدرة البطل اللي معك اللي هي اصلا بتزاود الدامج بتاعتك فالمود بيتفعل لما فعل القدرة الرابعة للبطل ده اللي هي عبارة عن تزويد قوة وتزويد سرعة شوفوا بيجري ازاي فريرة اصرع من سونيك وفيه القدرة التالت المود التالت بقى باوريتشيب دي معناه ان المود ده متفعل طول مساحتك فوق التسعين في المئة اللي ما با فيها وضعين على فكرة فيه وضع بناء الفخاخ ووضع الهجوم دلوقتي احنا في وضع الهجوم الوهج بتيجي وبتهجم على الكريستال في وضع بناء الفخاخ بيبقى الجواهاتي بتقدر تزبط دنيتك تحط فخاخك تطور فخاخك تسلحها تبدل اللي تدمر وهكذا وممكن برضه تعمل كل ده في وسط الهجوم بس اللي هيفرق معك بقى ان الموضوع هياخد وقت زي ما انتو شايفين هنا انا بطور فخ الخفاش بتاعي وشايفين الشريط اللي تحت بيزيد وبياخد وقت في وحشين جايين في وحشين جايين مالحقت اش اضرب ده اللي فخاخ خلصت عليه قبلي مشكلة اللعبة دي الوحيدة ان كل حاجة بتاخد وقت وقت طويل قوي يعني بتاخد وقت طويل بشكل فضيع هنا ممكن تبيع الفخ ممكن تحطه تاني زي ما قلتلكم تطوره كده او تسلح زي مثلا او ده اذا اتضرر ممكن اصلحه بواحد مانا خلو بالكم ان دي بردو المانا بتاع وضع اللي فخاخ تختلف عن مانا الكدرات البطل دي حاجة وده حاجة تانية خالص دلوقتي هاخرج وندخل مع بعض ليفل عشر دلوقتي انا اغير اه هتطلع الريلك من البطل ده بشرداته واحطهم في فخ بطل تاني اللي هو ده يعني لحدة حالا ده اكتر فخ افني في لفل عشرة فخ البطل ده وبالنسبة لده هرجع له الريلك ده ده دلوقتي وبكده نكون جاهزين لست ابدى لفل عشرة وهاخلي عام المراتي يعني الناس انضم معانا فاخلص كل ده ونرجع اوريكم شكل اللي في خاخ ارجعلكو يعني لما ابدأ اول جود لما ابدأ اول جود موسيقى موسيقى يبدأ يضرب هنا دعوك يرى هنا الأسار الذي يأتي هذا تفادوه وانتم تضربه فيه أيها موسيقى اوه لا 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 اتضربت 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 دعوك سارجي فيه انت وقت المضرع يا جدعان المضرع جد مش وقته شوفوا الصحة الصحة فوق دي نصف زي يشوف بيطول على ما بيموت برضو يعني مش عاجبني الوضع ده يا جماعة محتاجين ننقص اصرع من كده بيطول قوي برضو على ما بيموت المهم دي كانت لمحة بسيطة عن اللعبة وكل اللي فيها اتمنى تكون عجبتكو واتمنى ما كونش طولتو عليك كتير ما كونش طولت عليكو كتير في الشرح وبس كده يعتبر كل حاجة وبكده نكون خلصنا في فيديو النهاردة وهنا اقول لكو اتمنى يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش تعملوا اللايك شير اشتراك وتفعلوا الجرس جرس جرس واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوه محتك سنين على ما خلص الزابة دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة